اليوم في الجزائر رفقة الرئيس المدير العام لشركة أوني السيد كلاوديو ديسكالزي يدل على سعينا الحتيث للتفاوض والتعجيل لزيادة واردات إضافية من الغاز في الوقت الذي يهدد فيه الغرب بعقوبات صارمة ضد موسكو واستهداف الغاز لعرقلة التدفقات من روسيا يزيد خطر شح الطاقة وارتفاع أسعارها في أوروبا تتجه إيطاليا إلى البحث عن سبول جديدة لزيادة تدفق الإمدادات من الجزائر تحوى القارة العجوزة هذا البحث هو بحث متواصل من طرف الاتحاد الأوروبي بما عيد طبعا بقية شركة أمريكا وغيرها بما يؤدي إلى تواصل الإمدادات من الغاز خاصة وكذلك البترول بما يمكن من تعويض المتأتي من روسيا ما يقارب 32 مليار متر مكعب هي طاقة استيعاب أنبوب الترانسميد الذي يربط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر إيطاليا غير أن المستغل منه 22 مليار متر مكعب فقط في تزويد أوروبا بجزء من احتياجاتها فيما يتعلق بالطاقة سواء كانت غاز أو بترول وهذا الأمر متاح بحكم هذا الأمبوب وبالتالي الإمداد سيصل إلى أوروبا لو وتيحت هذه الإمكانية الجزائر تعتبر ممونا طاقة موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية خاصة في ظل توافر الكميات من الغاز الطبيعي والغاز المسال الذي يلبي الطلبة الوطنية والدولية ترجمة نانسي قنقر